ينتج محمد البطاطا ويخزنها بطريقة تقليدية هنا في هذا المستوضع فالحديث عن غرف التبريد مجرد كلام فارغ الجهة الجنوبية لولاية ميلا تنتج أجود أنواع البطاطا لكن التسويق وانخفاض الأسعار قهر الفلاحين لا نوعية جيدة وزرع لاريزونا زرع سينارجي زرع كارودا وجهة خيالات ما شاء الله صافية بطاطا الله يبارك على الكيف السماء قاعدين يأكسو فينا في 2018 والأسف كتروح للطابلة القيهانة بستة الاف سبعة الاف احنا ما فهمناش وشي هو المشكلة اللي قاعدين مديرين ما فهمناش الناس كي يطرح للصوق وتشوف البطاطا قدهت سوا تقولك البطاطا غالية وحنا كنا رحوا للصوق يسوموا فينا بالفينو ب18 مياه هذه والله كارثة العرض والطلب مشكل عويص يؤرق فلاحية البطاطا في شاكلة محمد في ظل غياب تنظيمات او مختصين يساعدون الفلاحين حاجة ميش مطلوبة نتاجة زرعها دوبل علينا ننكسرو في بعضنا علينا نفسده في الارض ونفسده في السلعة كما نطيقشوان نوموو نزرعو وش حتى كل وش حناكلو منزرعوش نديرو حاجة ليكثر ملنا نشالي شلل حناكلو نحنا لازمنا نزرعوش شلل حناكلو يوجهونا امو يوجهونا لاعب مسكين معلا بالوش يزرع برك قالوا البطاطا يزرع البطاطا قالوا الثوم يزرع الثوم قالوا نجمع يزرع نجمع قالوا الخروف يجيب الخروف بصح ونح يبيعهم سكين مكاش يزرع فيه بلا ما يبيعهم سكين محمد واحد من مئات الفلاحين القادرين إن توفرت لهم الإمكانيات تحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر في مادة البطاطا